بسم الله الرحمن الرحيم برحب حضراتكم كل سنة وحضراتكم بألف خير الأيام بتعدي بسرعة والسنين بتعدي بسرعة والساعات بتعدي بسرعة ورمضان يخلص ونقول إمتى يجي شهر رمضان تاني فنلاقي الشهور عدت وخلصت وبدأنا في شهر رجب وأول ما يجي شهر رجب نحس كده بنسايم شهر رمضان ونحس بخير ربنا كله ونحس بروحانيات عالية جدا ولكن في بعض الناس اللي ممكن يكون بتبالغ شوية في بعض الأقويل وبعض الأفعال في شهر رجب فيبدأوا يقولوا أن شهر رجب مستحبة أيام معينة الصيام فيه وشهر رجب لي بعض الصلوات الخاصة به لدرجة أن أنا لقيت في حاجة اسمها صلاة الرغائب وصلاة ليلة المعراج وصلاة ليلة النصف من شهر رجب وأنه فيه ساعات معينة في شهر رجب بالتحديد فأيامه هي اللي بيستجيب فيها الدعاء شهر رجب هو شهر الله وأكيد للإسم ده معاني كتير جدا هو ليه بالتحديد تسمى شهر رجب يمكن ليه 18 إسم تاني بس المتعارف عليه بالنسبة لنا هو شهر رجب في النهاية بنقول أيام ربنا كلها خير وفي النهاية برضو بنقول أننا كلنا جوانا خير وكلنا بنسعى للخير وكلنا بندور على الساعات والدقايق اللي ممكن يكون فيها خير ورضى من ربنا سبحانه وتعالى عشان نفعل فيه أفعال خير خلونا نقول ماذا في شهر رجب وضيفي النهاردة إن شاء الله دعايا الإسلام الشيخ محمد توفيق وأكيد بنرحب بتصلاة حضراتكم وأسئلتكم